خليك بوزيتيف مع سعيدة زمزمي كنهار حد من العشرة نصف النهار أهلا غاديو ميسك صبح النور والسرور والتقات الإيجابية هكذا نبدأ حلقتنا خليك بوزيتيف البرنامج ليكولوجي اللي كل مرة نتركه فيه إلى موضوع لأنه فيه علاقة باللوم في غنمو معي أنا سعيدة زمزمي كنهار حد من العشرة نصف النهار وكامل الفريق واليوم طالما نحتفله باليوم العالمي لحرية الصحافة اخترناه بشكون أي دور الأعلم البيئي في تونس لمواجهة الأزمة البيئية والأزمة المناخية مع العلم أنه هذا الشعار اللي اخترته منظمة اليونسكو هذه كل التفاصيل نعرفوها بعد شوية مع كامل الفريق والزملاء لحضرين نقود معنا بغانشي على غاديو ميسك 106.9 وعلى شاني يوتيوب ولمشي بوزيتيفتي 100% 100% عدنا لكم من جديد في 100% ونرحبو به هشام دارويش في فقرة حكاوتي مرحبا بك مرحبا بك سعيدة وموعد تجدد معكم في خليك بوزيتيف مع حكاية البيئة ومسيو ايكولو اهلا وسهلا مرحبا صباح الخير يعيشي كنهاركم طيب من شعلا 100% بوزيتيف وديما نسعى باش نكونوا بوزيتيف وخليكم بوزيتيف معنا وين من جيهتي نقول لكم مصباحكم فلو نوار ونمشيوا مباشرتنا للحكاوتي حبيناها اليوم حلقة خاصة على دور الاعلاميين التونسيين حتى على المستوى العربي في مواجهة الازمة البيئية ومن اهلا نمشيوا لحكايات دارويش اللي منها هي نتعلموا القصة والعبرة نعودولك سيهشام اي كي نحكيوا على الاعلام البيئي ودور الاعلام في التحسيس للقضايا البيئية ثم تنوع ذلك في الاعلام البيئي من تنوع ذلك اعتماد الحكاية كوسيلة لتبسيط المفاهيم وانخراط في هالنضال البيئي في التحسيس وترشيد استهلاك المواطن حكايتنا اليوم حكايتنا مطر وقبل كل حكاية نبدأ ونقوله يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للخير والشهادة كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالة في العصر والآوان راجل اسمه مطر هكا سماوه مطر كان مسافر على جمل واللي هي وسيلة النقل الوحيدة في هكا الزمان كان تيديه وسقيه ومقربت ثنيا ليه ويستخف به في كل شيء من سوق حظه هو يمشي في الطريق الجمال المرض له وعمل يقوى به المرض ومات بعد محزن عليه وعملهم الكل خلاه وكمل اثنته ماشي على السقين حتى لينوصل عند جماعة بدو رحل يسكنوا تحت ويت ملوديان الشايحة والمتروكة وما نابت فيها كاللح شايش لمشوكة قرب لهم الراجل المطر وسلم عليه وهو بيتم سلم عليه ورحبوا به وعرفوه عبر سبيل ضيفوه وما كم تعرفوا الظياف تنبيه ثلاثة ايام هيا بعد ما فاتك ثلاثة ايام حطوه قدامه وقال له كبير القبيلة اسمعني يا ضيف الرحمن ثوه تعديه ثلاثة ايام وانتي معانا وهي مط الظيافة وفات كان ممكن تقول لنا انتي شكون ومنينجيت وينقصد ربي قال لهم مطر انا في حال تصفر وفي الطريق اجمل لمتاعي مرض ومات وثقاية جابتني لكم من غير ما نشعر قالوا رئيس القبيلة اي واشنو اسمك قالوا لهم اسمي مطر مطر يخيش تغرب وقالوا انتي مطر قالوا وين عمنا اسمي مطر وقتحت فرحوا بيه وقالوا يا الله وين كنت هالمدة ها رنعتشنا وابيرنا فرغت واراضينا شاحت وزرعنا ذبل واشجارنا ماتت يا مرحبا يا مرحبا بالمطر قالوا لهم هو مصامم مش فهم شي ايشنو تقصد يا سيدي قالوا نقصد كما سمعت وفهمت احنا ماناش حاشتنا لابش تفيض وديان وكهو اعطينا الزرع يترواه وترجع فيه الروح قالوا مطر يا جمع رقم غالطين وثمسوا فهم للحكاية الحكاية الكله روه لمطر اسمي والمطر اللي انتوما تحكيوها لها رايب عند ربي سبحانه قالوا له انت قلت انا مطر معناه انت مطر ما تحاولش تنكر واقترحوا لي عرض مغري هو يغو نصف القاطعة متاع الاغنام اللي يملكو قالوا مطر يا جمع انتوما تطلبوا مني في المستحيل انا انسان كيفي كيفكم اسمي مطر وماليش مطر وما هابطة بالسماء زادوا عرضوا عليه اقتراح اخر يعني ياخو نصف القاطعة متاع الاغنام ويملكوها ويعرسوه بوحدة من ازين بلاد القبيلة قالوا ممطر والله لو كان تعطيه للقاطعة بكل وتعرسوه لي ببلاد القبيلة الكل ما عنديش القدرة باش نعمل لكم الشي من اللي انتوما طالبينوا مني واللي طالبينوا مني راوا مستحيل النجم نعملو اه وقتا قالولو ملاتوا مطرين استعملوا طريقة ثانية مطر قالولو مطرين نضربوك حتى تتكرم علينا بقطرة ماء قالوا مطر كيفاش يجي منهم تضربو ضيفكم قالوا الوقت هو عاد الضيف تنبيه ثلاثة ايام وثلاثة ايام وفاو كان اللي عمل لك ايك جابوا العصي والهروات وطاحوا يضربوا فيه كما ضربت بلا نهار العيد هذي تنفع وهذي الضر هذي تنفع وهذي الضر مه دوه بتراحة وكام طر يعيد ويسيح ويستغيث ويلح لحبهم باش يرحموه ويبطلوا من ضرب لح متهرق وهو يدعي فيه ربي ويعاود باش ربي يفرجها من عنده ويخفف عليه كربه سبحانك يا ربي هو كاكياك في المصبط هذي راسه للسماء ويشوف فيها بدا تتغيم أسحابات أسحابات وبدأ تتريح شوية وانسي ما بدا تتبرد شوية وتقول الشعالية ربي يستجاب له وبدأ تتعبط من السماء نكيتاته مطرر وتبخ ناس فيه مشوار ما بدا تتصب القوي ورب اعتخيره وين تلقى عادك القوم؟ طارهم الفرحة وباقي ماشي في بالهم اللي مطر عنده علاقة باللي صار وقالوله يا ليش مش ملاوين ويا فقط باقي يراوا عندك نصف القاطية وأجمل بلاد القبيلة اما كاكا انت فقري شديدة صحية وعانت معانا ومتجي كان بالمصبط وكاكا ربي نجاه من الموت محقق جرد جهل الناس اللي كان معاهم وبعد مضايفوه ثلاث ايام داروا عليه وحمد ربي على كل شي وكمل اثنتي هو يتكرم ويحكي معا روحه ويقول عمري ما كنت نتصور اسمي باش يكون اسباب بعذابي وحكايتنا تعيش تعيش مع حكايات داروايش يا الله يتوفيق هو الحكاية وما فيها فيها عبرة وعنى الاسم ينجم يكون هو مصدر بتاع سعادة ينجم يكون مصدر بتاع سعادة وواحد مختارش هو اسمه مختارش اسمه معنى الاسم حتى فيه عندك اسمه عليش هو يركزه بصفة عامية يقولك الاسم يزم يكون عنده معنى يسمع برشا بيت توفيق عنده باسامي روحنش بدناها فما اسامي اللي مقلقة ولايفا مبرشا بدل اسمه امتاع بدلو اي بدلو خطر هي شئين فيها جانب الارادة من المعلي بالعمر ثم ثم من جانب الارادة بتاع السيد اللي يسمع وذيما تصير نقاشات كي تولد المولود هذي ابي ساميه فلاه نقاشات ساعت توصل عارك مش نقاشات وتعالت وقتولي عنده زوزة سامي وثمش كونت سمى زوزة سامي عليش على خاطر ما تفهموشي على اسم معين وثم اخوة في نفس الدار زوز اسمه عندهم نفس الاسم وثم الاسم الرسمي وثم الوالدين توصلنا على جديدة وردت في بلاد الوالدين يسمي ولده على اسمه هو راي طولي محمد بن محمد بن محمد تعمل تعملها كونفلي ساعة تعملها كونفلي رابي انا التوفيخ بش نحكي انكدوت انا نعرف شكون هو توحي موجود يرزق واعزيزه توفى موجود يقولي انا متوفى انا مدفون توفى انا رابي اسمي كذا تقولي اني مش نهزك للبلاسة الفولانية اسمي رامور دونك تعمل الدخلة هذي اعتمدتها باش نحكيه على المطر ونحكيه على انديكاسيون على المطر اي هي كيفاش تكون قناعة الانسان وامانه بربي كيف عندي علاقة بالمطر يسخيلوها يعني كل فيكون فنومين ناتوريال وكاو اكاو معناها يلزم يلزم مون نعم معناها ثم ايمان بربي ثم فيها امر عقائدي رابي كالكسوالي كونديشان منها صلاة الاستسقاء ومنها منها الدعوة باش ربي يفرجها يعني ثم كل شي في الحكاية العلاقة الوجدانية للتكوى المطر ثم في العقيدة بتاعنا انتي كانت تفكرش صلاة الاستسقاء واحنا صغار شكون يخرج يطلب المطر يطلبوها بالصغار ام كتانجو ام كتانجو هي كانت لانديكا سيونة وكانوا بالصغار بالصغار معناها لاني متوسطين في العمر ما يخرجوش يخرجوا كان الرجال الكبار برشا ام كتانجو يانسا طلبة ربي في السماء اهي قولها عاود قولها ام كتانجو يانسا طلبة ربي في السماء وربي ما شاء الله يعطي خيره له وعن قناعة انا نتصور الدعوة بتاع متر بتاع حكايتك الدعوة بريئة خد اربي 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 انظر له هل قد كينو مشيقت له اربي انظر له وربي استجاب له فابدي وصابت له متر في جوته اربي اربي يتصور كان تتصور هذي هاي لبراشا طب ايها الجانب المرح الجانب الكوميدي وفاهر جانب المغارين وفيها الرسالة الي احنا نحب نوصلها وقيمة المياه ونرجع لقيمة المياه راي وليوم عنا ماء غوضوة ممكن مع ناشي ما بضمت هيزه وانا زايد نحب قولك امرهو ما احوجنا للرواية والخرافة لانها بتاريق هذا تنجم توصل المساج وونا نحيك برشا هشام درويش على كل هاته القيصاص لانك في كل حلقة يحاول بش يجتهد بش يوصل المساج متاع روسيبا فاسي بش يوصل المساج مش سهل مش سهل بش تلقى حكاية دم في التامة هي في سياك في سياك في سياك اللي هو دي دي كاتو لا وثم حاجه را انا امانا في رقب تيرا وثم شكون قال لي بربي بلغ لي تحياتي لسته هشام ما شاء الله قال لي نسمعه وثم تسلسل قال لي ما نجمش نزابي راني عنده طريقة في السر وطريقة في الحكاية معناه اكسيبسيونال اخوي انا بلغ لك تحية باسم الشخصة دي باسم الشخصة دي بلغ لتحياتي والله والله فريمون هنا سفي بليزير عمدوله انا يتبع فينا سفي بليزير عمدوله سايدة اسمعت السلام اللي تبعث له الستاذ هشام سمعت السلام اللي تبعث له هو سي هشام يعطيه الصحة في كل مرة رسائل حسيله رسائل توعوية تحسيسية او انا مش نعود نخدم عليها الرواية والخرافة والحاجة اللي تفرح اكثر سعيدة هو الايمان وقناعة اهل الذكر في المجال البيداغوجي اللي عنده علاقة بالطفل كنت في قربة في المهار جال الخرافة امن دورة تكوينية لإطارات الطفولة في مجال اخر في الحكاية اللي هي كتابة الحكاية لازم محوجنا لي هاليوم بيه احنا خلينا نمشي وموزيكو مزينا ووصلين معاك هشام متبعدش بعيد نمشي موزيكو ثم راجعين نهاركم ميسكو نوار اللي تحقوا بينا طوى على غاديو ميسك سانسيس بوان نوف وبتبيع برشة بوزيتيفيته وبش ناخذوكم لكبلي وين فما التظاهرة تعجب بالناس الكلة كيفش بش تكون قبلي غدوة كيفش تكون نفزيوة سيتي على هذاك بش ناخذو بالهاتف معانا سي احمد العامري مدير مساعد برامج بمؤسس نفزيوة سيد احمد عسليما عسليما يجب سهل بيك مرحب بيك مدام ومرحبات كل مستنعي نسك الجميلة وتحية زيدة لكبلي واللي يسمعوا فينا وكبلي فاليسيتاشون على هاته التظاهرة حطنا في الإطار واللي شعارها تحفيز الابتكار بالذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال والإعلام والثقافة حلو ياسر الشعار سيد احمد عايشك حليامك لشنهارك أسعد ليان تحية من أرض الدجلة تحية من أرض الطيبة ولاية كبلي اللي عودتنا ديما نزاوة هو الاسم التقليدي منتاع كبلي والتاريخي كبلي نزاوة اللي عودتنا ديما بالجود والكرم المتاحة اليوم نحتفي بالذكاء الاصطناعي نحتفي بالإعلام والثانية وحبينا من خلال هاته التظاهرة هذه اللي تكون أول مرة في الجنوب التورفي تظاهرة دولية بحجم نزاوة سيتي تقريبا هاته التظاهرة هذه هي عدد 13 من بين التظاهرات اللي قامت بها إذاعة نزاوة تعرف أنت اللي إذاعة نزاوة هي إذاعة جمعياتية ثم نبعثها منذ 2012 هي إذاعة جمعياتية أطلقها شباب معدل لعمار نتاحهم بين 25 و30 سنين الشباب خيروا المقاهي خيروا بعيدا عن المقاهي والشارع بشيأسوا إذاعة جمعياتية للمتخرجين والمعاطنين عن العمل وقاموا بتأسيسها لإذاعة هذه من بعدها والحمد لله يعني بسهروا الجد والعمل المتاع الشباب أضوما لينحييهم لكل فردا فردا إناثا وذكورا قاموا بأخذينا الإجازة نرجع لك شوي بتاريخية الإذاعة خطر يلزاني نحكي عليها باعتبار أنه هي أول إذاعة جمعياتية في تونس فأبدأينا في النشاط المتاعنا من 2013 2012 عفوا 2013 الحمد لله خذينا الإجازة من الهيكاء اللي ولد ترسمي أن إذاعة الزاوة هي الصوت كل جبل لاوي قمنا بتظاهرات من وقتها لليوم تقريبا 13 عملنا منتقيات عملنا منتديات الأعلام أول من أطلق اليوم العالمي للإذاعة واحتفال به في تونس مع اليونسكو كانت إذاعة الزاوة بعدها قمنا بتظاهرات أخرى تظاهرات فنية على غيرار ذبذبات الصحراء في 2017 وقتها كانت تذكر مدى تونس عاشت على وقع الإرهاب وتوفوا أمنين فيها ومواطنين بالمناسبة نترحم عليهم إن شاء الله ربي يرحمهم قمنا بالتظاهرات هذه في وسط الجبل على إيش وقتها كانت تذكر جبال السلوم والجبل الشعان بوقتها للأسف معنتها يد الغدر طالت عدد من الأمنين ومن الجيش الوطني كيف زادا من واطنين قلنا اليوم إلي رأي تونس نهيش بلاد إرهاب عملنا تظاهرة كبيرة ادخلها سبعة لاس متفرج في وسط الجبل الجبل اللي كان موهما وهذا مش غريب على تونس سيد أحمد الحمد لله الحمد لله اللي مرت الأزمات هذه وأثبتنا إن تونس هي بلاد سلام بربي مع العلم إنه السياحة رهي موجودة في جبل تتوين توزر ودوز وهذا يحسب لتونس بثرواتها الطبيعية بالضبط الحمد لله هذا هو اللي ركزنا عنه الثروات الطبيعية والثروات البشرية اللي موجودة في الجنوب التونسي اللي ما تخفى لحد حد لكن للأسف اليوم تضمت البلدان هذي من التاريخ والجغرافيا خاصة باعتبارهم بعضهم على المركز خيرنا من بعد تظاهرة دبذبات للصحراء كما قلت لك اللي أطلقنا معناتها شعار السلام من الجبل بعدها قمنا بتظاهرة أخرى اللي هي تظاهرة فنية شارك فيها تقريبا أكثر من سستين شاب موهوب في ولاية جبلي وعملنا تقريبا فتها معناتها دوري بشي يتم فيه اختيار الفائدين يعني تسين واختتمنا انه كان فائز أخير اللي هو سامر الحافي اللي حاليا بداء المجال الفني خلق المجال الفني واللي بتشجيع نزاوة وبتشجيع أهليها بداء حاليا يمشل في المجال واخذاء فرصة هو كشاب على قلب شوية بتنسى في المجال الفني كما غيرا من بقية الأشباب حابنا نقوله من خلال هتظاهرة بي إن ولاية جبلي راه راهي ولاية فيها طاقات كبيرة سواء كانت الشباب طاقات البشرية كثير زادة ثروات اللي عندنا بعد تظاهرة هذية اللي عملناها في 2023 قلنا علش ليه هذكاء الاصطناعي هذية اللي حاليا يغزو العالم علش ليه من طوعوشي في خدمة بطريقة إيجابية في خدمة التنمية في خدمة الأعلام وفي خدمة التقارضة وفي خدمة زادة تعزيز السياحة الصحراوية زادة بالضبط بالضبط صحيحة اليوم السياحة الصحراوية متاعنا تعاني اليوم السياحة البديلة موجودة عنا بارش السياحات سياحة الدراجة سياحة الإلكولوجية موجودة لكن ما يتمش نفنها قلنا كيفاش بش نجمه نطوعو الدكال الصناعي وتقنية وتصبيقات متاع الدكال الصناعي في خدمة الأعلام اللي هو بدوره يخدم التنمية واللي هو بدوره يخدم الثقافة عملنا مدينة معناتها بش نقسه إن شاء الله نهار ثلاثة وأربعة مايي الفين واربعة وعشرين تحديداً مكان في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وذكرنا نبعد علاش اخترنا المكان هذكا بالذات دونك قلنا عنيش ليه منع موجودة ظاهرة دولية كبيرة تكون فيها هي مدينة ذكية مصغرة فيها ثلاثة مدن مدينة الاستثمار ورياغة الأعمال مدينة الأعلام ومدينة الثقافة بش نطوعو تقنيات الذكاء الصناعي في خدمة هالمجالات الثلاثة اللي هي مهيش منفصلة على بعضها ثلاثة مجالات بالضبط مهيش منفصلة على بعضها إنما هي تخدمة بعضها وهي حلقة منفصلة معناها الحمد لله هذي تقريبا تكريبا تكريبا عندها أكثر من ستاسين وقت جات الكورونا ما خلتناش آآ معناتها إن نفضوها اليوم والحمد لله بدنا تقريبا منذ أكثر من ستة شهور في العمل يعني آآ على تطبيق وتنفيذها للتظاهر الدولي هذه اللي هي أولى من نوعها في الجنوب التونسي ثم الاختيار على ثلاثة واربعة مايه بيش يكون من بين المشاركين تقريبا ميت مشارك حول العالم إلى حد الساعة قديش عندكم المشارك حاليا تقريبا المشاركين كلهم آآ على مستوى دولي وعلى مستوى وطني وجهوي عداز كبيرة بيش يكون من المشاركين آآ تور الرقم اللي موجود عنا هو مائة مشارك بهي برش من حول العالم عنا ثلاثي عنا خمسين مؤسسة آآ جهوية ووطنية بتكون زادة موجودة معنا مثال مثلا منهم البنوك آآ منهم زادة الإدارات المعنية بالاستثمار وريادة الأعمال إدارات الجهوية التاربية وزادة شباب والرياضة كثير زادة كل الإدارات الجهوية بيش تشارك معنا في هذه المشاركين بيش كونوا حضرين معنا ثلاثين صحفي حول العالم ثلاثين صحفي دولي ثلاثين صحفي آآ وطني وجهوي يعني كانت دعوة للناس الكل بيش يفحوا معنا الفرحة متاعنا هذه ونحاولوا على الأقل كما بدلك اليوم ولاية تقبل لي فيها بارش أرقام نعطيك رقم اللي هو سبعين بالمئة ولاية تقبل لي تنتجوا للتمور معناها هي المصدر الأول في العالم الرقم هدايا اليوم ما هوش قاعد يثبت على أرض الواقع علش لا اليوم خنشوفه حتى تطبيقات الذكاء الاستناعي كيفية تمتصويقة شكرا لك سيد أحمد العامري مدير مساعد برامج نفزاوة بي مؤسس نفزاوة طبعا هني أن لكم لهذه التظاهرة ما تنساوش التظاهرة الدولية نفزاوة سيتي من ثلاثة الأربعة ماي مع العلم أنه ميات المشارك بشيكون موجود على مستوى دولي وهكا أحنا نكون نمشي مباشرة إلى موزيكا ثم بي أكتور بي أكتور بي أكتور مازلنا مواصلين معكم احنا في البوزيتي بيتي ونمشي وليل الله بالبي أكتور اللي هو أمين زارتور خاطر مع ضيفه أمين زارتور عسلامة مرحبا بيك سعيدة طحية كبيرة لكم نسكول سيهي شام سي توفيق وضيفي اليوم اللي بشتنكتشفوه نسكول مع بعض مرحبا بيك سي بلايح برك الله فيك مرحبا بيك مرحبا بيك بلايح سكوتوريست سيسا نعود لكمين زارتور أمين مع العلم الفقرة بي أكتور تربط بين الانفلونسر وبين صناعة المحتوى وين في البيئة مرحبا بيك مرحبا بيك سعيدة كما قلنا اليوم عنا ذيف سبيسيال لقيقة بعض استدعيناه كان معمالنا يروشيرش كبيرة وشفنا شكونوا هو واليوم فرحانين برشا أنه يكون باحدنا بلايح سكوتوريست خليلوا المجال بش نسلام عليهم مرحبا بيك باحدنا وبيكم برك الله وفيكم أنا سعيد جدا لحقيقة الفرصة هذي اللي هي لحقيقة تستدعاني تستدعاني أنا بلايح سكوتوريست روعي برا يعني ثم حاجة منسية في تونس وحاجة يعني إما حتى مهمشة مش مهمشة الحاجة المهمشة أنك تخزلو له وما تحبش تلفت له قطاع الدراجة اللي في تونس قطاع منسي في طي النسيين وما يتلفت له حتى واحد لا السلط المعنية ولا حتى الناس اللي في القطاع الخاص السؤال متاعنا شكونوا هو بلايح خلي نس كل تعرف بلايح سكوتوريست عن تيك توك وما وقع التواصل الاجتماعي ما متعرفش شنية الاسم متاع بلايح وشكونوا هو بلايح والله الحقيقة بلايح هي كونيا هي كونيا تسميت بها ملي عمري لحظة معناه على خطر لون متاع شعري ووجهي القابلة قلتش بيها بلايح مش هتفيه بلايح بربي لحظة منذ قليل كنا نحكي وعنا اشكاليت الاسم قلق يا سيدي ساعة تلقى اسمي يقلق وساعة تبدأ يلقى اسم كيفاش سيه هشاب هو اسم يجي اسم عن نبطي الاسم ساعة واحد مش هو اللي يختارو بعد كي يكبر يوعا كون الاسم تقلقو في بدلو انتي العكس انتي كبشت في بلايح هي كونيا هي كونيا هي كونيا واحنا العائلة انتاعنا عنا ملامحة معناتها غربية اي شعري اصفر وعليم تبدأ شل كي تولدت ميبينوش هما تلموص فرو ميبينوش لقاب لقاب العروبي تولدت في الدار معناها في كبها تولدت قلتش بيها حتى في ديننا مايش من باب ولا تنابز بالقاب يعني كونيا عادية كونيا عادية وثم كونيا اخرى مش محبوبة تبدأ متاعك الشارع متاعك القوة متاعك عادية اي نعتيكم سكوب نعتيكم سكوب الصغرة انا عندي كونيا اللي تلمو يعيتولي بها حتى اسمي الرسم ما يعرفوش اول دور عملته في المسرح هو دور عصفور فمشت فيها عصفور حلو عصفور البيئة سيبان عصفور 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 الجنة اما انا متأكدة امين زنتور عنده علاقة بالاسم لانه فمشكون عنده زادة نكتة اسم يبدأ انت هيك يدروا عندك قصة اسم انا ما نحبش نحكي كنو رجعنا رجعنا في الرجير لا لا نحب الرجير نحب نحيا نحيا لاحظة خنحيي وما يبدي راني اليوم عديد ما حيزهم رأوا من غيرهم واصف مالك ما فاماش ميسيون ما فاماش ميسيون يا جميع ما عرفنيش كونو بليح بخيخ يحكينا الكنية الاسم الحقيقي انت عبليح هو بشي احرف الحقيقة اسمي الحقيقي عبد الحميد عبد الحميد نشرف موليدة 12-16-86 لو كان يعمل هو باج جديدة يسميها عبد الحميد ويحط طب مخيعو ما يعرفو ببليح معنى الاكترية معروف ببليح بدون مبالغة ما يعرفني فما في العائلة في العائلة ما يعرفونيش انا اخوتي صغارة واما ما عرفوا اسمي عبد الحميد كان كيوصلوا لعشرة سنين يعرفوك بليح ما يعرفني حد باسم عبد الحميد مستحيل بدون مبالغة ما استحقش برشا انا لحظت حتى فيك انتي مذبيك ما تسوق كان اسم بليح معنا خطر في صناعة المحتوام اي تقول سكوتير تقول قطعة متاع وطور تقول زيت تقول حاجة كيما هيك كيما يعني انا متأكدة لحظة توفيقة انا عجبتني كلمة بليح والعلاقة باللسن انا متأكد في الزواجة متاعه انا متزوج عرصت عمي ستاعة عشرينية سنين بنا اسم طبعا عبد الحميد عبد الحميد اما زوجتي ولادي عيتولي بلاقي عروم انا مفهم حتى حدي عيتلي عبد الحميد اذي البسودول كانش في اللي دارات باختصار عبد الحميد في اللي دارات فقط بشتمشي بلدية بشتمشي اسم الرسمي اسم الرسمي طبعا اي يا جماعة بلاقيح من صنعة متاعه اللي هو قرر نهار انه يقتحم عالم الديجيتال وبدأ يعمل في فيديوهات على تيك توك طوى قاعدين شوفوا في الباش تيك توك متاعه اكثر من ميتين وخمسة وستين الف متابعة وكنا نعمل ميزاجوره وقاعدين يزيدو ميزاجوره البرح يوم زيدو 7000 وزيد سيبلاي يحتمى حاجة اخرى اللي هي تريزا تيريسون عنا نقص في المحتوى في الدومين بالضبط عنا نقص كبير هو تعرف مصدر نجاح توفيق المحتوى هو التفرد التفرد تفرد في المجال يعني كما ترقاش برشا لازل تحكي في موضوع معين وانتي تخوضوا بطريقة نتصورها عندك طريقة خاصة عندي تاريختي الخاصة انا اكثر حاجة تفيد في صناعة المحتوى هي تسمية الاشياء بمسمياتها تبعد مثلا في تونس يقولوا شاكمان ما يقولوش اي شاكمان معناها ساعات واحدة تبلي تعليق اللوتة تقول اللي شبك تقول اي شاكمان معناها هو للواء معناها الانسان هو اللي يهدم يلوم في اللي يبني معناها بطيش ممر تبليش تسليح الشاكمانات هذا المحتوى الهدف ثم عبيد ما تفرقش معناها مثلا انا عملت حاملة كبيرة متاع زيوت اللي رو في تونس الناس كل كانت اجهلها رو عندك صح ثم واحد اخرج في السوشال ميديا اخرج قال لزويل الكل كيف كيف هذا خطير جدا هذا عمر اختير خطير جدا ثم زيت ريسيكلي ثم زيت ريجيني ثم زيت رفيني مصنوع خام من البترول كيف تجي تقول لزويل الكل كيف كيف معناها معناها سب زيت خاصة ما بين الكربة والموتور هذا عليش بلايح اللي قلنا محتوية انتي بكر عجبتني في الكلمة قلت محتوية منسي مش مهمش على خاطر المهمش تشوفه وتهمشو هدايا منسي رو مسكوت عنه رو مسكوت عنه مسكوت عنه سي توفيق مثال انتي اللي خليك حبيت نعرف اللي خليك باش تحكي في الدومينا داي انتي تمكنت منه تباركلا شفتنا الفيديو بتاعك فريمون تم حاجة علمية وتعطي في حاجة نصيحها بيها شنو اللي خليك ثم حاجة هي شو هي معناتها السورة اسمتها الشرارة هذي هو الغرام رو هو اخو نأمين قال يعني بدي بصنعتي وما بديتش بصنعتي هن الغرام الغرام هو يخليك تتعلم انك تجي ترجع بالاساس تكويني أدب يرى انا قاري انجليزية بعد الباكالوري ما نفهمش في التكنيك لو كنا بدأ نتكلم رو الديركتور تكنيك في اي مؤسسة يسخييني قاري فيزيك ولا مات ولا متخرج من الشعبة علمية انا تكويني أدبي بالاساس معناتها بعيد كل البعد على كل ما هو مثلا كجي نحكي لك على كريبتيد الموليب دينو تركيبة الكيميائية متاع عاود يلي مر اخر هذي هلا كي جيت نتعلم فيها الثانية الثانية تربط برشا مرات اسمه كريبتيد الموليب دينو هذي معنا معناها تسمع انسان يحكي على تركيبة كيميائية كما هكا تقول هذة هذة اقل شاء يروي مهندس كيميائي وهذي المفارقة المفارقة الجميلة اللي موجودة في المحتوى متاعك انك تحكي في محتوى تمكنت منه تمكنت منه خطرك مغروم تتغرم تتعلم هذا كهو اساس النجاح الغرام وكوينت روحك عملت تعديل مسار وبديت من الفيسبوك انا الحقيقة ما بديتش بالفيديوية ما بديت بالكتيبة مثلا نجي اليوم نحكي على نقارن حاجة بحاجة بالكتيبة نعمل كما نقول مثلا تدوينة 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 تذيكة نبقى نكتفها قريب ساعتين ثلاثة واحدة معنا ومبراليلة مع ويكيبيديا ومصادق أخرين بالانترنت اللي انتم ما عندكم تكوين أكاديمي في الصحافة وترجعوا للجوجل ساعة واحدة يقول ينا تجيب في أفكار من يوتيوب جيبها أنت يوعمل فيديو أنا وصلتها بالدرجة أنا عندي ناس ناس تتبع في رو نفرح برشا كيف أخونا أمين كيفش تعرف علي هو هو حبها وقت خلتنا نحكيها لحكيها خليها كنتي خير مش نحكيه على المؤثرين أنا نفرح برشا نفرح برشا أنه نلقى ناس عندها مستوى علمي ولا ثقافي كبير يجي شاورني أنا مرة مشيت عندها تبيب بعد بعث له حاجة على واتساب خرجت له اللوغو على الواتساب قال لي أنت تفهم في الميكانيك قلت شكونا قال لي تصوير فيها سكوتير فيها سكوتير تبيب كي يجي شاورني أنا على سكوتير شنو لتمشي معاه معناه تخلق جانب من الثيقة جانب كبير من الثيقة وأنا أصلا نحسه قراد تتعلق لي يا ذاك معنا أنا يحمن ناس لأ طبيع عندي عندي تشخيص صحي والطبي لكن حتى هو عمل تشخيص على المادة اللي سألك فيها تبركلا معناها أنت متمكن في دومينك خاطر نسك كل تعاني من وطأ من النقل معناتها النقل في تونس معضلة كبيرة معناها الحل هو تنقل مفرد هو الحل تبديل العقلية لكن سمحني حبيت ندخل في الموضوع ذات تنقل منفرد ثم زادة جانب مهم اللي هو يزمو تعديل كبير هو السلوك صاحب الدراجة النارية في الطريق راهو برشا حوالث بتسببين فيها دراجة النارية معاك يزمو ثم تحسيس من الموقع كنتي والممبر متاعك ومن صفحتك انتي والتيكتوك متاعك انتي يزمك تعمل دي مساج دي سانسو بيزياليات أقوى أنا طوى اقوى مساج اني مش نخرج وديو فيزيالي باعد مش كنصو بطبيعة أنا جيت لبس جليد ودي ووضح وجيت بالكاسك وليبس بروتكسيو انتي سالين قاعد تمشي مليح مليح اللي معناها أنا ديما نشجع على السلامة المرورية وعملت حملة تلقائية واحدة على البرمي على اجتياز رخصة دراجة نارية وديما نحكي على الخوذات في فيديو ويتك نبدأ البر نخرج بالكاسك برافو ريت الحقيقة ريتوها النص ساعة لنحن بش نخرج ها روعة ما يكفي ناشي بنحكو على الموتورات واضح كتجي تحكي على الخوذة انتي ثم كواسك من حسن الحظ انه 2024 وقع منع الخوذات التي لا تنطبق مع المواصفات العالمية للسلامة الحمد لله الدولة قاعدة فيها لكن لزمها تجارينا ساق بالبيع جي الخوذة كما هذي مثلا خوذة هذي يعني مطابقة لمواصفات السلامة جي تقامل انو نص شكو انا شريها برا بعشيكات وكما جيتش مغروم ماني شريهاش معناها كين مغروم هاي واني ديم نقول انتي يسمع فيك روي تفجعك يتولي بش يعمل يا اما يعمل موتور يستعملو ويشري كاسك ويش اللبس هذيك موجود موجود دي كاسك عندهم نورم محترمين وصومهم موجودين مرسي يرجعون لك للصفحة بش نعطهم انتي علي بونز ادريسة اذا كان عام كلابوراسيون بتبيع بش ننعطوا ما ثم ماش كلاب من نعطوش لأ ننعطوه معناتها دوبوش هوري عودة الى صناعة المحتوى قاعدين نشوفوا في الباج متاع بليح على تيك توك محتوى بسيط رغم البساطة متاع المحتوى متاعه اما قاعد يعمل في انتشار كبير الانتشار متاع المحتوى متاع الميكانيك خلينا نخرج غني وبعد نرجع نجا وبعد نرجع نجا بي اكتر بي اكتر هذي هي اجواء نافي مسك سانسيس بوان نوف ونمشي والامين زانتور عنده ما يسقل الضيف متاع بليح كنا نحكي قبيلة مع بليح قبل الموزيك انه يعمل في محتوي يعني مهيش بكاليتي كال قوية برشا اما رغم رغم تعمل فساد كبير وفي انتشار واسع رغم اللي عنده ميتين وخمسة وستين الف بإمكانيات عادية معنا وهي يحكي انه اكثر انه ميتين وخمسة وستين الف واحد يعني مغروم بالموتورات تعني تقارن عبارة در قديش نوم بليح تعمل حاجة في صناعة المحتوى يسموها ليسي بلاج معنا ميت الف متاع ميكانيك عبارة مليون متاع واحد يعم ستريت فود كيفاش تتقاس انتي تاكل وانا ناكل كلنا ناكل وجميع الشرائح والعمورية الفقير والغنية ومتوسط الناس كل تاكل دي جاء حاجة بشرية اذي اي واحد حبي تفرش في بيك لبنين سهل بش تعمل اتراكشن اسهل منها ما فماش بالنسبة الميكانيك اراك ازم تحط معلومة صحيحة وليزم تحط نصيحة في بلاستها بش تقلع ضربة اللايك اذي وللأمانة انا مهبط فيديوهات لنهار قلت لهم اعملولي سبسكراي بولا فولو انا نقلعها اللايك واحدة خاطر نهبط في معلومة جديدة وصعيب كان بش تلقاها فيها في تونس الهنية بلايح الهنية انتي قعد المعلومة هي اللي تجي في اللايك المعلومة هي اللي تفرص يروح على الشبك كما نهارين هابطنا فيديو ضرب مشاي بالبيه اللي هو ريباراسيون بتاع فلتاج بتاع سكوتور غالية في تونس بالبيه تسوى ستين الف دينار تونس والقيت وحل والقينيل وحل وعطيت ليز ادريس اما معطها كما بكريك حكيت رو مرات هو ولا اوتي نهايتها مية تلف ميتين دينار هو رو بلايح اليوم احنا في برنامج ايكولوجي وناخد مع الايكولوجي ماشي نحو النقل الذكي والنقل الايكولوجي والذي كبرش الشباب وحط امين زاد من اللي كان يستعم في ترانسبور عادي ولا زاد يفكر بش يعمل معناها حاجة ايكولوجية هذا هذي بش تفهم يعني قوة المؤثرين على تواصل الاجتماعي قوة هذي امين قيمة المحتوى حسب الحاجة متاع المتابع تقول لي انتي هو ماذا به يشوفك الاستيوسي هذيك تهمه تهمه طبعا طريقة التبليغ والتعبير هو في المحتوى متاعي مثلا اما تقدم نصيحة بش تجنب الوقوع في العطب هذيك وإلا تعطيه الحل متاع العطب هذيك المحتوى متاعي هنا مفيش وكان وميكانيك برك فيها حكينا على سلام المرورية حكينا فيها على الحاجة اشنو تشري اشنو متشريش حكينا فيه برشة ثقافة حكينا فيه برشة حاجات علمية هذيك عليش هو يكون محتوى ناجح لكن الصادق الميكانيك والصنعة رو للأسف أمام صناع المحتوى 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 معناتها أنا نقول يزي تتواصل تتواصل صناع الرداء أنا وقل توفيق كيفه وكيف انا وكيف امين وكيف سعيد وكيف اللي يراهن على المحتوى الجيد يزي بنا نعمله العصابة بالمعنى الإيجابي يزي بنا نعمله التوازن بتبع شخلانا احنا وكل يوم اللي عم في لايف مش نحكي الحكايات ولا مش نعمل أما ترى الشي أنا ضحكوا علي دجارة كي بديت عالفيسبوك بديت من 2015 بديت من نكتب في استاتيو فيها قريب العشرين خمسة وعشرين سترة عالفيسبوك يكتبوا لي مثلا ولو يصلني كلم بالله يصابك فيش قاعد يعمل ماعنا شنو قداش بقى يكتف الكتاب هذيك وشنو الفايدة منها بالعكس أنا كي جيت اكتوك ترشقت خاطرني حاضر من الفيسبوك صحيح عندك عندك الحمد لله ومع تحاضر سرتو ستوفيق وشنو حكيه على صناعة محتوى يعني بلايح يعني كيفاش بشي ناجم يوفق بين الخدمة بتاعه في الغاراج وصناعة محتوى رغم اللي هي صناعة مكلفة جدا مكلفة جدا طبعا أنا اخر مرة في تليفون بالفين ومتين وما قنعنيش انا هتلوج عن دماء اخير اي يوم عندي طوى قريت وصانعة المحتوى متاع دراجة نارية متاع الميكانيك يزمو يسوق وهو يصور نجمش نسوق بتنصور بالتليفون تمائلية تمائلية سبيسيال بشتش الكاميرا سبيسيال كاميرا داكسيان هي غالية انشاري كاميرا داكسيان يعني بزوز مليون ميتين عندي جو برو عندي استابيليزاتور كل مشارية مددونا واهم من هذا الكل راكي معرس وعندك صغار وعندك ام وعندك ام راكي بشتاك ساعة بشتوال ناجع تليفون وكما عارش بشيس كترها معناها يجيك تليفون على اكرو بربي البا متاعها قديش سون فانسان كونت شنعمل انه زيت اللي نصب ونتوقف ديما المتابع حاطة تروح اللي انتي مثلا بلنسبة دي ما تبدع دي ما تبدع انا ننصح العباد يتبعوا محتوان ثقافة حط يوتوب اي حاجة بتعملها هدف اكتب شو حاجتك موجود انتي تقدم لهم فعب الدرجة اي اي انا نفهم انجليزية الحمد لله وشوية فرنسية طالما انتي بحذين حب نعرف الموتور بضبط هذا هو موجود 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 نحب نعرّج على حاجة مهمة جدا اللي يجبنا على الكاسك بمالينو النص اي راهو للامانة راهو يلزم الموين دو بروتكسيون يخلصوا ديوينة اما بنسبة ضئيلة جدا او ما يخلصوش اصلا راهو الدولة العمود الفقري متاع الدولة هو الشباب برا وشكون يسوق في سكوتور اكتري هم الشباب وجنير المون تونس فيها اكثر من 25% من مستعملية دراجة نارية وهذه احصائية عالمية 25% على باز متاع وزارة النقل وشركة تأمين عنا عنا بارك متاع دراجات نارية قديم ما فيش وكارت جريز يلزم تتسوى الوضعية هذي يلزم تتسوى الوضعية متاع البارك القديم يلزم روقتي انا هل يعقل ترا كرهبة ما فيش تارجة من تالي ولا مقدان بشتراها حاجة بزار تجم تعلم بالوقت 197 كيمة مطور ما فيش تارجة يا أخويا ثم نسم عرض رويحة الاختر روق يتيح مسكيمية تلافت له حتى احد هذي ميساج يحب نوصل اهم حاجة اخر اخويا اذا ما تقدرش على الغالي ثم وثم وثم مواطينا بالخارج مواطينا في الوكازيون مواطينا بالخارج معناه هنا نفهم من كلمك ما تستعمل دراجة الا ما توفر الكاسك واللبسة اللي تحميك تحت ونعرف معناها كاسكتي الاخرى عندي دو كاسك عندي كاسكة الاخرى معناتها مضروبة معناها طحت بها وفضل ربي سبحانه ونبس بلوزون وحتى في السيف راي ثم حماية كما الحماية راهي لازم وما لقيتش خوية في الجديد في الغالي تاخد في الفريب موجود حتى وخيان على الصفحات الاجتماعية يبيعوا موين دو بروتكسيون موجود إذا راو الحماية شوف ثم هنا عندي سلوغان الكاسكة راهي لي كميش للبوليسية هذي عقلية تعطيني كاسكة راهي بوليسية فالدور أنا حامل راسك عطيني كاسكة خنحمي روح نعود لموتور إلكتريك بالنسبة ثم كبيرة متاع موتورات درجتنا داخل تونس بتبيع الإلكتريك موجودين بكثرة كثرة ثم أربعة إلى خمسة مركات في تونس منها ما هو الصيني رخيص ومنها ما هو الصيني ممتاز خاطر الصين راو تصنع دي الحاجة ما حابش تفهمها توين صارا وصير معتها الخلق والله والصيني على الصين را في حاجة زي ما تفهمها العباد ميه الكلمة هذي آي هذي مساجي عباد كلمة ميد إن تشاين آي أنا عملت كلابوراسيون مع سكوتير إلكتريك ماذا مراجم 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 خاطر مرحبة إن شاء الله ويصم فيك يا ها بلي عرف روح وحنا من هنا نحيوهم نحيوهم النج مش نسمو الموتير اللي يراكب عليها ما عماناش منو في تونس راو هي ماركة المحرك هو ماركة ألمانية جي للتونسي تقول وإذا رو محرك ألماني يراكب على سكوتير سينية يقول لك ليه شنو مضروب هذيك روحنا جهاز في الدولة ما تتعدى حاجة على بورترادس إلا ما تكون فيها فيش دا إنتيجراسيون راية ديوانة تنجمة راس للسنتر بتعدي تقول المحرك تابعك ولا ليه تقول وإيه تابعني لا تهم خلي تعدي على روح هو المشكلة التونسية مثي الحديث إش لك أدي باس روما ما راي جي يا كونترا سور أما راه مستحيل تكون دخلة من بورترادس ما حابوش يفهموها بداخلة بالكونترا داخلة بالكونترا هي من كنترا داخلت على بورترادس راو الدولة شافتها سريع حاجة أخرى زيدا للعقلية متاعنا زي ما تبدل فيها حكاية راي الصين كي ما تصنع الحاجة الشعبية كي ما تصنع الحاجة راي سكوتور إلكتريك أنا شارجة العبيد بيش تاخد سكوتور إلكتريك لازمة تكون يعني فيها انتغرسيون قوية متاع موتور وتبيعة هي صديقة للبيئة وما فياش إمبيعاثات مش أقل إمبيعاثات بيرسور لازمة تكون رشار جابل وتكون باتري لثيوم ولثيوم في أديتيف اسمه غرافين بشي عزز قوة لثيوم في وصل البطارية معنا ثم أنا متأكد إنه بعض الحلقة ذي نسكل في تبيع لك رهب وتاخد إذا كان هي معناها وسيلة نقل مش تخلينا نحافظوا على المحيط في نفس الوقت نحافظوا على فلوسنا زي درا إيكونوميك سعيدة راي شكرا لي كما مش خليك كلمة الختم كلمة الختم ميكانيك راهو غرام ما هوش إجرام ميكانيك ميكانيك راهو غرام ما هوش إجرام صحيح راهو التونسي يحب السكوتير وإنه شيء هذا متأكد منه يحب الدوره الغني والمتوسط والفقير يلزم زي دا الفئة الأخرى اللي النخبة المثقفة وإلا الناس اللي راهو ما هوش يسكنوا في حوم شعبية نعم راهو اللي سوق في سكوتير ما هوش نطار ما هوش براكور وراهو زي دا اللي يسكن في حومة شعبية راي سكوتير ما يشلك وحدك ثم ناس عندها مستوى ثقافي كبير يحبوا سكوتير سكوتير الجميع للأسف بليح هذي اللي تغاية طوى بكتقول لي سكوتير ومش نطار ومش دي موش يحفظ وليه وقفو عليه ما نحطوش الكل فيش كرة واحدة ولكن انت نموقعك نزيدك ندعوك باش تأكد على السلوك الرشيد لإستعمال السكوتير وباش نتمشي أنا تخذت المواذيع مش موجودة جملة في تونس ثم حاجة اسمها لانتيرفيل في أوروبا اللي احنا في تونس تقولوش معناه انتيرفيل مايفهمكش لانتيرفيل هو بوابة تتحلو وتتسكر بالتوقيت متاع المرصد الواطنية سلمت المرور الوقت اللي فلان يحل لانتيرفيل باش سكوتير تتعدى الوقت اللي فلان يروا أنا كسكوتيريست وإلى موطار ما عندش الحق نجيب على لانتيرفيل وحكا مشكروك احنا بليح يعطيك الصحة نشكت أمين على الضيف تلقاو فيه الفيديوهات الكل للناس المغرومين بالعالم درو شكرا لك بليح على قبول دعوة مرة أخرى نوار مدينة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك مستمعين على راديو مسكسان سيسي فوان نوف وعشان يوتيوب وقدم عنا برانشية مزانا مواصلين احنا معاكم من هنا حتكشو النصف النهار ونمشي وإيكولوجي حلقة خاصة على حول الإعلام البيئي ودور في مواجهة الأزمات البيئي وقدم عنا برانشية على غاديو مسكسان سيسي فوان نوف مرحبا بيكم من جديد ونرحبوا بزاملات يوزو ملاقي الليل تحقوبية في فقرة إيكولوجي مبروكا خبير صاحبة مؤسس كوسموس ميديا كوسموس ميديا ومنتجة برامج وأفلام سينمائية يا صبيح النور يا هلا أهلا وسهلا شكرا سعيدة على الاستضافة وفرحانة برشا أني نكون موجودة معاك لأنك أنت أيضا من المختصين في المجال البيئي وسعيدة أيضا أن تكون الاستضافة هذه بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير وما أدرك ما حرية التعبير أحنا نتنفسه حرية التعبير وكما محتاجين للبيئة محتاجين الحرية التعبير بش نجمو يكون عنا جودة حياة متبات الحياة الحال ونمشي والحنين زبيس مدربة في الصحافة الاستقصائية مدربة في الصحافة العلمية وفي الصحافة البيئية يا ما أحوجنا للتدريبات ثم التدريبات في الإعلام البيئي مرحبا يا حنين مرحبا يا سعيدة مرحبا بكم الكل سعيدة أني حضرت معاك في نالماء في هذا البرنامج المخصص للبيئة ومع مبروكة ومع الزملاء نعرفون أني لم تتماش برشة اهتمام بيئي هنا في تون ونسماش برشة معناها برامج بيئية فنحن نشكروك أنك أنت تحترنا الفرصة باش نتلم ونحكي وبيئة اليوم يعطيك الصحة وين يا زيدة فرحانة برشة أني يكون موجود معايا الإعلامي الصحفي المختص في البيئة والناشط في المجال البيئي وبهوة تعلمت البيئة توفيق بن عبد الله مرحبا بيك مشكورة جدا على الاستضافة وين كذلك فرحان أني موجود في عائلة معناها نعتز بها ونعتز بانتمائي لهذا النخبة نقول بالحق لأنه المجال الصحفي في البيئي هو قاعد نخبة وينما نغزمون نحاوله نحن نحبه معنا نتطربه أكثر وأمالي أنه تكون بادرة تاليها مبادرات أخرى باش يتلمي الشمل إن شاء الله وتتوضح ملامح العائلة المستقبلية والعمل الصحفي البيئي في المستقبل إن شاء الله ما أحوجنا أحنا باش نكونوا يد واحدة قوة واحدة باش نجمو كونوا صحفيين إعلاميين وإعلاميات فاعلات وفاعلين في المشهد الإعلامي اليوم في ظل الأزمة المناخية والتوارئ المناخية وأنا مانا جمش يكون موجود ومش معي ميسيو إيكولو أهلا وسهلا صباح النور مهارك فل وزين مرة أخر أنا فرحان ياسر اللي أنا في بلاتوت بارك الله فيها نخبة من أحسن الأعلميين في تونس في المجال البيئي والحاجة البيئي ليه هو هو رأي شخصي أنا الراكم أحسن أعلميين في المجال البيئي فهمتي وهي بادرة لحقيقة أنت عربي وصفي بليزير أني نكون معاكم ونساهم شوية وراني مدام حنين نحب على فورماسيون نقص شوية يزمني شوية فورماسيون هو تبادل خبرات في الحقيقة لأنه أنت خبير في مجالك وإحنا كصحابيين خبراء في مجالنا وأعتقد أنه تبادل الخبرات هذي هو فلنا تبادل الخبرات فلنا تبادل الخبرات سعيدة لما تن وانا وانا نحب نقول لكم لهنا في البلاتو هذي اليوم إنتاج سمعي بصري إنتاج أفلام وثائقية سينما ومقالة صحفية وبوابة إلكترونية في المجال هذا ومن ننساوش العمل الجمعياتي الإعلام البيئي في تونس إليلا الإعلام البيئي بش ينجم يمارس ويختم ويناظل في سبيل توعية المواتن إن شاء الله المستمعين يكونوا يسمعوا فيه على سانسيس بوان نوف راديو ميسكو على شين يوتوب لأنه عملنا هو نذال وانا في ألف مرة قلت الانفيرون ما سيلا بي مبروك أخذير الانفيرون ما سي المسئولية حالي نسبيس الانفيرون ما توفيق بن عبد الله نذال ثم النذال على هذي كان لمينا لما هذي اللي بش نخرجوا بها بتبيع بالعديد من معناها لقاءات متاعنا ونستثمروا في بعضنا اليوم حبينا نحتفلوا كما كما يعني مؤسسات الأعلامية على المستوى العالمي على المستوى العربي وعلى زيدة تونس بش نحتفلوا لأنه الصحفي اليوم مطالب وملزم بي عملوا الأعلامي في مجال البيئة والمناخ على هذيك اختارنا شعارنا احنا راهوا المناخ صديق البيئة انا هذا شعاري نخدم عليه المناخ صديق البيئة المناخ صديقنا لكل على ذاك اليوم كإعلامي لازم تكون عنا محتويات أعلامية علمية طبعا بالأساس كش نوصلوا الرسالة هذية ونمشيوا لتوفيق النجار ونرحبوا زادة بتبيعة الحال بضيوفنا أهلا وسهلا أنا أعجبني سلوغان اللي تلنصة معناها بشوف الوعي العالمي بضرورة أن نكونوا في كوكب نظيف كوكب سان السلوغان يقول من أجل الكوكب في اليوم العالمي لحرية التعبير حاجة معناها يزمنا نستغلها ويزمنا نحكيوا فيها ونعيشوها في تونس هذا الجانب من جانب آخر سعيدة لو تسمح الأعلام البيئي سؤال كبير ما تروح معناش الأعلام البيئي ما هي مشاكل الموجودة كيف يتطرق المواضيع البيئية كيف نتطرقها المتلقي أشي يحب يحب الموضوع من جانب الاتصالي أو الموضوع العلمي معناها تم ومالرز ما ومالرز ما تماش للتوعية والتحسيس في المجال البيئي تيك صحة توفيق أنا مش نبدأ بمبروك أخذير لأن صاحبة مبادرة أعلامية طبعا مختصة في البيئة لكوسموس ميديا كنت حدثنا شوية على التجربة وفي اعتقادك الدولة تقوم به أنت ما خليني نقول شنو الأضافة اللي ممكن يقدمها للمشهد الأعلامي وكيف يمكن أن يكون الصحة في اليوم مؤمن بالقضية البيئية والقضية المناخية نعم شكرا سعيدة أنا نقول أنه ما دمنا مجتمعين لهنا وفينا كل واحد اختصاصه فنحن في الاتجاه الصحيح في مجال الصحافة البيئية وهناك وعي بدأ لدى الصحفيين وأيضا حتى المتخرجين من الصحفيين من مهد الصحافة وعلوم الإخبار لأهمية الصحافة البيئية والصحافة العلمية كاختصاص من أجل رفع التحديات البيئية اللي مطروحة اليوم وأحنا في كوسموس نقوله على هذه الأرض ما يستحق الحياة هذا يشعارنا وأعتقد أنه على هذا الكوكب ما يستحق الحياة وبالتالي كوسموس ميديا هي اليوم مؤسسة إعلامية رقمية تعنا بالحديث وتناول القضايا الملحة في المجال الإيكولوجي والبيئي فيها العديد من الزوايا خلينا نقوله فيها الموقع الإلكتروني كوسموس ميديا فيها أيضا المحامل الديجيتال على الفيسبوك على الإنستغرام على تيك توك على مختلف هذه المحامل اللي شفنا أنه اليوم فيها أوديونس يلزم نمشي ولها ونمسوها بخطاب صحفي علمي بيئي ولكن مسهل يتماشى مع مستعملي المنصات الاجتماعية هذه ولكن أيضا لدينا اللي هما من خلال ربما الأفلام الوثائقية اللي فيها أفلام وثائقية استقصائية بيئية تغوص في ثنايا العديد من المواضيع طبعا نحن ما نشو وحدنا نحن موجودين وسط كوكبة من الصحفيين التونسيين اللي قاعدين يشتغلوا سواء بشكل أنديوديويل ولا في شكل مؤسسات إعلامية وهنا موجودة ومحاطة بعدد من الزملاء هذوم ولكن ما زال هناك الكثير من الزملاء وزميلات الذين يتناولون القضايا البيئية وبالتالي أعتقد أنه ما فهمش ما أحلى من أنه نحتفلوا باليوم العالمي لحرية التعبير في إطار ديناميكية والتي موجودة في المشهد الإعلامي التونسي للتوجه نحو المحتوى البيئي من أجل إيصال المعلومة لأنه مغير الواقع من خلال العمل على نشر الوعي البيئي من أجل تغيير السلوكات الصديقة للبيئة وأعتقد أنه اليوم ما نجربش عليك منيش متشائمة أنا متفائلة بالعكس كيف بدنا في 2020 وكانت كوسموس برنامج إذاعي أسبوعي يتناول القضايا البيئية كنا شوية اليوم قاعدة نشوف في ازدهار قاعدة كالشجرة متاع الصحافة البيئية قاعدة تنور وقاعدة تنبت في صحفيين وجدد وقاعدة تفتح مجالات أيضا اللي صحفيين مختصين في هذا المجال وأحنا وحدنا من نجموش نغيره الواقع والواقع من نجم يتغير كان بالإعلام والاتصال وهياكل الدولة والإرادة السياسية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني اللي لقينها حقيقة يعني عضد النجم نعمل عليه من أجل الحصول على المعلومة والنفاذ للمعلومة وهذا ربما تحكي لك عليه ربما حنين أكثر لأنها بصدد ربما نشر خلينا نقول الوعي هذا من خلال دليل ودراسات علمية ففي الحقيقة تحية الفريق كوسموس ميديا لأنه نهنيهم بمناسبة اليوم هذا لأنه قاعدين نعمل في مجهوده كما قلت أنت هو مجهود نيضالي ولكن ما عنيش فيه مزيارة وهذا مستقبلنا أحنا توه ومستقبل أجياننا القادم وحتى ولدي بالنسبة لي يهمني برشا أنه يعيش غدوة في مناخ وفي جودة حياة قادرة أنه تخليه يشرب ما ينظيف ينجم يلقى المال لازم كيف يعيش في مناخ ما هوش جاف برشا ما هوش سخون برشا يعيش في تربة نظيفة يعيش في بيئة صحية لأنه رانكي نحكي وبيئة نحكي وعلى صحتنا وصحت نباتنا وصحت خيواناتنا هات نمشي والتوفيق بين عبدالله توفيق من سنوات اعتقادك توفيق بن عبدالله كيف يمكن ترسيخ ثقافة الوعي البيئي في تونس والله سعى نحب جانشان مع أختي مبروك لأنها من الحاجات اللي أبهرت بها هيش مجاملة أنك ترى صحفية في وقت وجيز معناها تنجز عمل يلقى الصادم تاعه وخاصة الرسائل المحملة والجرأة لأنه راول عمل الصح في خاصة الاستقصاء اليوم في المجال البيئي مازال صعيب في تونس وهذا وهذا مشكور عليه وخلت وخلت البصمة متاعه وهذا سعى لي أن نرد الفضل إلى أهل على شنو تحكي توفيق تحكي على فيلم الأحمر من المضرومين في فيلم الأحمر أبهرني بصراحة لليوم وخاصة أن يتعلق بيئة بحرية والبيئة بحرية مع ناش مقاربات مع ناش ربما علاج معنى معالجة عفوا أني قضايا من المجال بهذاك وذلك لنرد الفضل لنقال مدامك حاضر معي هوا على المباشر خليني نرجع وما نساوي زادة العمل التي كنت يراه وما نحب بش هنا نبدأ بش ما تكون شخصة العملية أكثر أو شخصنا تجربتي كانت صعيبة زادة لأنه تقريبا أول إذاعة عندها خط تحريري معين هو إذاعة الزيتون للقرآن الكريم واخترت له دماء متاعي أنا وكانت مجازفة في تبيعة الحال كيفاش إذاعة عندها خط تحريري واضح وتدمج البيئة لأنه البيئة في نهاية الأمر ولا كلية من الكليات السبعة كانوا كليات خمسة لأنه نعرف الدين جاي الشريعة أو الشرع جاي بشيحفظ خمسة كليات العقل والنسب والمال الضفولهم معنى علماء التشريع أو معنى علماء التفكير الإسلامي البيئة والمجتمع الزوز والله أهداف من الأهداف الحماية كان صعيب برشا بشتخلت برشا عبادي برشا عبادي ألا غالب يقول لك شم دخل هذا في هذا لكن سبحان الله سائل أن يسأل التوفيق من حقهم لا هذا من حقه من حقه أما هذا كانت مجاسة مني اليوم عملت أديماء محلها اليوم قيمت المساجد بدأت تتكلم على هذا لكن خلينا من هذا كله وهذا كان ربما هدف أولي لكن من بعد تطور الأمور وحسيت العمل الصحفي في المطلق صحيح التفائل الموجود لكن ديما تغوص في خفاياه وخاصة تلقى المعلومة من المصدر لابد أن كان في حرب بالحق هو يتسمى الصحفي اليوم البيئي راه مناظر يلم المطير متاعه ويحقق ويعمل كل موازنة وتوصل المعلومة مبسسة ويكشف السيطار على عديد القضايا التي تهمنا ليس حتى في كشف السيطار حتى في تبسيط المفاهيم اليوم معنا مراجع نحن اجتهدنا برشرة على مستوى عالمي تلقى المعلومة غايبة لأنه لم يكن يبسط ثم أفقية الطرحة المواضيع البيئية تمس الفيزياء تمس الكيمية كل شيء كل متدخل يجب أن يكون يجب أن تحضر اليوم كيف تحضر الكندكتور لكي تحضر المطير متاعك يجب أن تختار القالب مع الهدف لكي تصل لك الرسالة واليوم إذا كان نحط هالك الكلمة التي قلناها لكل وقالت مبروك في قالب الحرية تلقى معناها الجين بنت على الحرية ونحن نحن في العيد ونحن في اليوم العالم لحريت الصحافة تلقى روحك تلقى روحك معناها تلقى روحك في حرج لأنه النفاذ إلى المعلومة ساعات يقمع لك حريتك ومازال في شوية قيوه نحن في شوية قيوه نحن ايكولوجي ليل التحقبين الآن على غادي ومسك سانسيس بوان نوف وعشان يوتوب نهاركم زين ومسك ونوار ونمشي وحنين سبيس بشتفاعل مع توفيق بين عبدال المدربة في الصحافة الاستقصائية والمعلومات كل عندك مرحبا حنين عايش اما هو ستوفيق طرق النقطة مهمة اللي هي المصادر المصادر المعلومات والمصادر العلمية بصفة عام هي الصحافة البيئية تصنف ضمن الصحافة العلمية عليش على خاطر هي صحافة بالاساس تعتمد على التقارير متع الخبراء الدراسات العلمية اراء الخبراء في المناخ ولا في الارصاد الجوية ولا في المياه ولا في اي موضوع بيئ فبالتالي نوع من الصحافة هذيك عليش احنا من اللول لاحظنا انه الصحافيين ما يمشيوش سبونتانيما للصحافة البيئية كالي تصعب عليهم كالي يوهجوا معناها تضروا لهم حاجة كي يزموا مثلا يبدأ عندو بقرام سيونتيفيك ولا عام سيونس ناتوريل ولا قري فيزيك ولا قري الشيمي في حين ما هوش هذا الحاجة اللي صارت خلال السنوات الاخيرة وهذي سيغراس للكوفيد كالكو فأخ لأزمة الكوفيد انه تعلمنا انه نبغط المعلومة العلمية معاش نخافوا منها تعلمنا انه نمشي ونقراب الدراسية تعلمنا انه نسمعوا الخبراء ونجي بنيهم تذكروا وقت الكوفيد معنا كل يوم البلاتويت معلولة الخبراء الصحيين والخبراء العلميين فهذا سهل الانتقال شوية شوية نحو الصحافة العلمية وليت مسئلت انك انت تحاول تبحث على المعلومة في مصدر علمي في دراسة علمية تستدعى خبير معاش حاجة فيل بالنسبة لنا نحن ثم حتى تستدعى الخبير انت مكشك شخص يجيب الخبير وتقعد تتفرج فيه انت تبدأ دي جاقاري تبدأ فاهم المسألة متاعك توجه سؤالات واضحة سؤالات انه عارف بالضبط شنو الحاجة متاع الجمهور متاعك وحتى يقول مثلا معلومات علمية ولا مصادر تقنية تحاول تطلب منه ان يبسطها ولا تحاول انت نفسك تبسطها فهذه ستون بتت ريفوليسون اللي جيتنا معناها غراس للصحافة الصحية ثم الصحافة البيئة هذي نقطة نقطة ثانية انتم لكلكم تحدثتوا على النقص متاع الانكدرمان بالنسبة للصحافيين صحيح نحن هذا مجال جديد علينا شوي الى حد الماء الكلنا دخلنا فيه بطريقة الماء هكا بالصدفة هاي مبروكة تعرف انتي سعيدة سي توفيق دخلنا لو ممكن مخاطر جيتنا فرص مش نشتغل على موضيع بيئية ولكن عمرنا ما أسسنا الصحافة بيئية معناها كاختصاص في بلادنا ومش بلادنا برك وحتى تشوفهم في الجفاف وفي نقص المين مياه وفي الارتفاع غير المسبوق للدرجات الحرارة خلى انه اليوم ثم انا نفهم هالتغيرات المناخية وتأثيرها لحياتنا وانا ننتظر انه نفرمي والصحافيين في المجال هذي من هنا جيت فكرة لجيت عليش عملنا دليل جستما هاني جيت عليش عملنا دليل كنا نعمل دورات تدريبية للصحافيين سواء في تونس ولا في المنطقة العربية حول كيفية ممارسة الصحافة البيئية كيفية تلقى المعلومة الموثوقة المصدر الموثوق كيفية تكتب مقال بيئي هذي الكل كنا نعمل فيه لكن تفطرنا انه هذا ما يكفيش لانه ديقنا الدورات التدريبية تشمل اجزاء معينة تشمل الناس كل فجيت فكرة مشكورة هني المنظمة تسعة عشي زمني معناها نشكره جيت فكرة انه نعمل صغير هو مهوش كبير مباسف الصحافة البيئية بالمشاركة لالارتيك الديزنوف المادة تسعة عشي هما اللي مولوا المشروع كان بالطلب منهم انا طولي بمني كخبيرة انه قوم بإعداد الدليل الدليل شا حاولنا نحطه فيه حاولنا نعطيه فيه لمحة مبسطة شنين صحافة البيئية شنين اهميتها حاولنا نعطيه لمحة مبسطة حاول شنو التغير المناخ اهم الاتفاقيات الاتارية اللي تنظم عمل الدول للحد من التغير المناخ والاحتباس الحراري حاولنا نعطيه فيه قائمة المسألة البيئية وشنو ما الزاوية اللي ممكن نكتبو منها وكيفيش يكون المعلومة البيئية زاد المقال البيئي مايكونش ثقيق يكون بسيط يكون بسيط وأنسن ونما يمتون تعطي فيه المعلومة العلمية وحاولنا نختموه في الأخير بانجلوسير معناها كيما تقول انت قائمة بالمصطلحات العلمية قائمة قائمة بالمصطلحات باش اللي ما يعرج نجم ونروح على الأقل بداية الثقافة بيئية باش يدخل المجال هيدا هو وتي إن شاء الله ونتمنى أن المعلومة معناها تتعامم أن الجيد يكون على الأقل يساعد باش حد يحط ثقية في أول الطريق وعننا حاجة أخر باش نعطي هيل كسكوب حي مذبين اللي احنا عنا بداية من شهر ما عملته اتحاد الإذاعات العربية تعمل بالتشاركة مع مكتب الأمم المتحدة لحد من مخاطر الكويرث تعرفوا الكويرث جزء كبير منه جي نتيجة للتغير المناخ فالكور هذي تحت عنده سنتين عمله مكتب الأمم المتحدة للتغير المناخ كان معمول للحد من مخاطر الكويرث كان معمول باللغة الإنجليزية ترجمناه للغة العربية يلزم زدناه شوية أمثلة معناها من المنطقة العربية وبش نحطوه بش نفتحوه بعض خلال الأسبوع الأول من شهر ما زادة كيف كيف بش نام نحو أكثر إمكانية الأكثر صحفيين معناها من منطقتنا إنهم يفهموا هالمجال هذي ويكونوا فاعلين فيه ويوصلوا المعلومة لجمهو هو سيانتغيسون حالين هذي أمراو الفو كومينيكي بش نس كلا تسمع لما لا ما يكونش تشاركية مع نقابة الصحفيين بش نس كلا تسمع لأنه اليوم أحنا حاشتنا بصحفيين كما قلت انتي مختصين في المجال كما مثلا ما بروكا مشيت في المغامرة هذه هي من نفسها معناها جاءت قالت لما لا نعمل لنا بروجي في الانفيرون مو أحنا نحب وإنا كم أتمنى لو يتم طالما أنتي مدربة تقترها لما لا يتم تدريس هالمادة إلى مثلا قريت الماجستير في الإعلام والإتصال البيئي لكن للأسف حتين قريت ما تشير ومبعد مشيت مبروكا كانت موجودة في معد الصحافة كانت موجودة لأسف منقطعت وإزمة بيئية يتم معناها وإنفهم معنا أزمة بيئية أزمة مناخية يتم معناها التغافل على مثل هاته الدراسيات نجمل رئيسة جامعية الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية فرعتونس أحنا خلقنا نادي منذ سنة الفيت للصحفي للطلب مع الصحافة في البيئة كل أسبوع كانت معنا مبروكا ضيفة كل أسبوع معناها نستدعى وضيفة أما صحفي بيئي وإلا شخص يشتغل في المجال البيئي أو خبير ونحاول نعرف الصحافيين نختار ويحاول يتحاول معه وبعد ذلك يقوم بإنتاج بودكاستات وإلا مقالات حاولنا مساهمة بسيطة داخل إطار التدريسي معنا الإطار البداغوجي تبقى مبادرات تحفيزية حاني قلت لك احنا حاولنا بإمكانيات أنه نخلقو يخدموا مثلا في جمعيات يقوموا بحملات تحسيسية مثلا لديناميك موجودة معنا لديناميك موجودة وإحنا محطرنا حتى الإرادة موجودة هو حتى الإرادة في مهد الصحافة موجودة لإرجاع وبث الروح في الاختصاص البيئي في مجال إما الماجستير ولا حتى في الليسانس وبالتالي اليوم ما فم توجه نحو هذا ولكن يبدو لي أنه فم شوية إشكاليات في الحصول على الخبراء اللي نجموا يأثثوا مادة على طول العام لكن كنتحكي مع مديرة معنا نادي كوسموس ميديا ولكن اللي متأكدة منه أنه الإرادة موجودة داغل معهد الصحافة وعلم الإخبار إثباتها ولا تثبيتها كاختصاص وتوجه وعنده ديمومة هذا هو ربما التحدي اللي موجود اليوم في معهد الصحافة وهذا يجبنا نرجع للمدام حميدة البور بيش تنجم تحكيننا مهم شنوما التحديات المطروحة نمشيوا سوليسيون احنا ومزلنا راجعين وواصل معكم مرحبا بكم من جديد في حلقة خاصة للإعلام البيئي في تونس وحتى زادة على المستوى العربي نحبوها رسالة نتوصل كإعلاميين مختصين في هذا المجال بيش نجموا نأثروا ونبلغوا لأنه اليوم احنا قدام توارق مناخية ونرحب بالهاتف الزميل العزيز علي خالد سليمان صحفي مختص في المناخ مرحبا بيك أهلا وتهلا مرحبا بيكم يا مرحبتين أهلا بيكم تسمع فيي يا خالد نعم أسمع حلقة خاصة احنا اليوم وهوني حنان زبيس صحفي مدربة تسلم عليك توفيق من عبدالله صحفي مبروك خذير وملك زميل حصلوا لما عائلية بمتياز صحفي نقصنا كان انت يا خالد عبر الأثير عبر الموجات معنا تحياتي للجميع لحنان ولكي ولمالك ولتوفيق يعني كنت فعلا أحب أن أكون معكم ولكن هي دردشة وكأني معكم شكرا هي دردشة موناخية بيئية مع الإعلام حبناها اليوم قلت له ما غير أسألة لسؤال لجواب خلينا نحكي وخاتنفض قلوبنا ملك زميل أهلا 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 أستاذ خالد كيف الحال أهلا بكم أهلا بكم شكرا على هذه الاستبافة في اليوم العالمي للصحافة أستاذ خالد ارتقينا أن نحكي على الصحافة البيئية طبعا دورها في المجال الإعلامي طبعا من وجهة نظركم أستاذ خالد تعريف الإعلام البيئي وأهميته اليوم في مجال الصحافة العالمية أولا شكرا لهذه الاستبافة وتحياتي لجميع الجملة والزميلات في هذا البرنامج الصحافة البيئية يعني كأي جنس من أجنب الصحافة مثل الرياضية الفنية الاجتماعية الاقترادية الأمنية وإلى آخره وما يميز الصحافة البيئية هي إنها صحافة تعتمد على جانب علمي بحث نتعامل مع العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية والكيميائية وأيضا علوم الأحياء وفي نفس الوقت نعتمد على السرد الصحفي لتقريب المشكلات والأزمات البيئية وأيضا عن نظم البيئية للمجتمعات لأننا بالتالي نحن كبشر مرتبطين حياتنا ووجودنا ومصادر خذائنا والهواء الذين تنفسه يعني مرتبط بنظم البيئية فلذلك دائما الصحافة البيئية تحاول أن تبسط وأن تترجم البيانات والأرقام واللغة العلمية إلى لغة روائية تربية بسيطة بحيث يساعد المواطن البسيط على فهم ما يجري مناخيا وبيئيا بيئيا التوفيق بن عبدالله عندك ما تفاعل مع زميلنا مشكور جدا ضيفنا الكريم يعطيك الصحة على المقاربة أنا بعجلة من متتبعي خاصة تأثيرات تغير المناخ على التوازنات البيئية خاصة في العالم العربي وأظن من الحاجة التي حبيت نخوها من المصدر على القيلة من صحه في إغطية أو اختصاص المجال هذية هو أن التغير المناخ أثر برشا في مواقع مرتبة رمسار مناطق رتبة في العراق مصنفة رمسار وخاصة نعرف الحال متاع دجلة والفرات نحب منك أنت وإن كان روميناش بخاصين لكن حبيت نبرد على قلبي وناخو الجواب من المصدر إذا كانوا عندك معلومة بتبعيات الحال سؤال موجه لي كيف حال المناطق الرتبة في العراق بفراحة المناطق الرتبة في العراق هناك منطقتين رتبتين في العراق المنطقة الأولى هي جبال قردستان العراق وهي تتميت بغطاء نباتي كثير طبعا هذه المنطقة بحكم تراجع كميات الهطول المطري طبعا الهطول المطري الفصلي تتعرض هذه المناطق إلى ضغط شديد مناخيا ومن جانب آخر أيضا تتعرض إلى ضغط اجتماعي المشاطات البشرية سواء كانت توسع العمراني والمشاطات الأخرى هذه النقطة والنقطة الأخرى وهي أهم منطقة عالميا هي مناطق الأهوار العراقية وهي مناطق رطبة وهي مناطق مهمة جدا لانتصاص كميات هائلة من الكربون هذا من جانب هذا الجانب وجانب آخر منطقة مهمة أيضا لاستقبال عدد هائل من الطيور يعني من ناحية التنوع الأحيائي وكذلك لتخصيب التربة في المنطقة فهذه المنطقة بحكم تراجع أيضا الهطول المطري وذلك جراء تغيير المناطق بطبيعة الحال وأيضا سياسات تقليمية تمارس سياسات مائية تمارس من قبل كل من إيران والتركيا على هذه المنطقة بخصوص العراق طبعا هذه العوامل أدت في الثانوات الأخرى إلى تشفيق مساحات واسعة من الأهوار العراقية من حسن الحظ هذا العام كان هناك فصل مطري رطب في العراق فتم تمت استعادة بعض هذه المناطق وعادت الحياة الطبيعية ولكن الخوف يبقى الحارس الرئيسي بهذا الخصوص نعم أستاذ خالد كل زملاء إلى هنا حبيت فعلوا مبروك خذير أهلا وسهلا أستاذ خالد أنا كنت مع الأستاذ خالد في جلسة افتراضية في الحقيقة تناولت أيضا تغيرات المناخية في علاقة بالصحافة والإعلام البيئي في منظمة ابن رشد وكانت جلسة حقيقة مهمة جدا وتعلمت منها الكثير ولكن وانت تسمع في الأستاذ خالد يحكي على العراق وكأنه يحكي هنا على تونس وبالتالي أعتقد أنه التحديات البيئية اليوم مطروحة في كل شبر من هذا الكوكب والشعار السنافي اليوم العالمي لحرية التعبير أنه أحنا صحفة من أجل الكوكب وأعتقد أنه لا فرق بيننا نحن هنا في الستوديو والأستاذ خالد أو أي صحفي آخر في أي شبر من مناطق الجمهورية عجبتني كلمة حلوة برشة وأردت أن ربما أمزج بينها وبين ما قالته الزميلة حنان وكذلك توفيق منذ قليل والستتوفيق أيضا هو مسألة لغة سردية بسيطة وهذا ما يحيلني إلى مسألة مهمة جدا وهي أنه حتى المواطن العادي البسيط اليوم أصبح متعطشا لصحافة الميدان التي يمكن أن تنقل مشاغله وتحدياته اليومية بشكل مستمر واليوم أعتقد إلى جانب هذه الصحافة التفسيرية التي تغوص في المفاهيم وتغوص في شرح خلينا نقول البيئة بكل مكوناتها لأن البيئة راهي شأن ترانسفيرسار نحكي بيئة نحكي ثقافة نحكي مجتمع نحكي سياسة نحكي كل شيء ونحكي تربية نحكي تعليم نحكي صحة فبالتالي البيئة تمس كل هذه المؤشرات وهي موجودة في الـ 17 مؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة لكن تحللهم تتلقاها موجودة ومبثوثة في كل هذه المؤشرات وبالتالي أعتقد أن اليوم إحنا زيدا محتاجين إلى الصحافة الميدانية التي يمكن أن تغوص في القضايا البيئية بامتياز اليوم فهم ارتفاع كبير في مستوى الاحتجاجات النابعة عن قضايا بيئية بامتياز وبالتالي أعتقد أن اليوم أيضا أحنا كصحفيين يجب أن نترك أيضا مكاتبنا ولا استجوهاتنا ونغوص أيضا في هذا الميدان الذي يمكن أن يوقفنا على حقيقة ما يمكن أن يمس من تغيرات مناخية رصيدنا اليوم وجودة حياتنا اليومية مش أحنا فقط كبشر كبشر كحيوانات ككائنات لأنه كل شي مربوط ببعضه وهوني ربما دعوة ونحن نحكيه على معهد الصحافة وعلى الجانب الأكاديمي أنه أحنا اليوم لابد أن نغوص في هذه المواضيع من رحم الميدان وهذا يحيني على مبادرة صغيرة بدناها مؤخرا أنه صحيح أنه أحنا عملنا ميداني ونمشينا عملوا الروبروتاجالة الميدانية ولكن خرجنا للشارع في مبادرة سميناها كاسمسل الشارع يتكلم بيئة حبينا من خلالها نقيسوا مدى وعي المواطن التونسي من خلال استعمال ميكرو تروتوار بالتحديات البيئية أو مدى على الأقل فهموا للمفاهيم البيئية هذية ثم أنه مشينا للصحافة التفسيرية من خلال ما يمكن أن نسرده من قصصه هذاك عليش عجبتني بارش أن سنة القصة قالتها حنين ولكن أضاف عليها الأستاذ خالد إسماعيل من العراق هو سليمان عفوا لغة سردية بسيطة يمكن أن توصل قصص الناس بطريقة جذابة لأنه مش الأهمية في أنه نحكيه الأهمية في أنه نوصل الرسائل هذية ونخاطب العقول بسرد قصص الناس المتعلقة بالقضايا البيئية المرة اللي فاتت ونختم بهذه نحكي مع زميل من مصر يقول لي أنا تناولت يوم عيد الحب تناولت الحب والتغيرات المناخية من خلال قصص الحب وبعث لي مقال كاتبوا على كيفاش أنه ينجم التغيرات المناخية تأثر في قصص الحب متاعنا اليومية في عاطفتنا فعجبتني لبروش وفهمت من خلالها أنه اليوم رانا في كل شيء اللي قاعدين نعيشوا فيه بالضبط يزمنا نحبوها ويزمنا ننتبهوا أنه كل ما يحيط بنا بيئي بامتياز وإذا كان نحبه وندخله فيه البيئة رانا نلقاوها مبثوثة في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية أستاذ خالد أقعد معايا حالين زبيس بسرعة باش من طولوش عليه خالد مرحبا بيك صديقي خالد صديق عزيز أنا نعرفه كردستين لعراق يعني يقائنا كي في كردستين بعد قابلنا في برشة أماكن سعيد بوجودي معك وأنا أيضا وأنا سعيدة جدا أنك موجود معنا حبيت نذكر ونسأله بنفس المناسبة أنه هو ما الدليل اسمه بريد المناخ أصبح بالنسبة لنا نحن منطلق كصحفيين في البيئة استفدنا منه جدا ذلك الدليل أنا نفسي استفدت منك في إعداد الدليل لأعدادته السنة اللي فاتت خالد هذا الدليل شنو الواقع متاعوا اليوم هل تعتقد أنه الصحفيين في المنطقة العربية استفادوا منه وهل جيك مثلا ديزيكو رديت فعل مثلا الصحفيين يقولوا كرا نقرينا الدليل وغير حقيقة نظرتنا ولا ممارستنا للصحافة البيئة نعم أولا شكرا حنان وأنا حقا يعني أنت زميلة عزيزة وسعيد بوجودي معك في هذا البرنامج وأيضا مع الزملاء والزميلات الأخيات طبعا هناك وصلتني حقا أعداد كبيرة من الرسائل من الصحفيين يعني من تونس من الجزائر حتى من موريتانيا بالمناسبة يعني رغم أنه موريتانيا نمت يعني شوية مناخيا يعني بعيد كبلت بعيد شوية عن أحاديثنا وسجالاتنا ولكن يعني حتى وصلتني رسائل من موريتانيا بخصوص هذا الدليل الصحفي وهو بصراحة بالإضافة إلى المفاهيم العلمية والبيئية وإلى آخر أيضا كانت تمرت تجربة صحفية في الميدان سواء كان في العراق أو في أي بلد آخر لأنني أنا اشتغلت في بلدان أخرى أيضا يعني صحيح العمل لم يكن ميدانيا في التونس ولكن أتيت إلى تونس أكثر من مرة والتقيت بزميلاتي وزملائي وتناولنا هذا الموضوع بيننا فهذا أعتبر أيضا جزء من عمل الميداني يعني لما نزور بلد آخر بالنتيجة يعني وأنا يسعدني أنه إنه بعد هذا البليل شفت هناك أعمال وقراسات بيئية جديدة صدرت وهذا يعني بما فيها الدليل الذي أذرتموه خلال هذه الفترة الماضية حنان وأنا تابعت هذا الموضوع يعني هذا دليل على إننا نتجه أو نسير على طريق صحيح ربما بدأنا متأخرين ولكن لا زال الوقت أمامنا لإنتاج المزيد شكرا لك خالد سليمان صحفي مختص في البيئة والمناخ وأنا ما نجم كان نقول لك تحية من القلب للقلب بتبيع لي أهل العراق ويلزم ما نحكيه على البيئة لما تكون أنسنت القصة أنا هذا شنو تعلمت في التدريب معاك أستاذ شكرا لك وقعد معانا لو احنا مزلنا مواصلين حلقة كيفلة اليوم ونمشيه المالك زمالة دوك ما نجموش نحكيه على التكوين مغي ما نذكره معد الصحافة مادام حنين كان ذكرت دونك علش ما يكونش جنيح كامل للصحافة البيئية كانت موجودة ولكن حاليا موجودة مثلا جنيح صحافة رياضية صحافة سياسية اختصاص اختصاص فولا دونك علش ما ترجعش حاجة كمن هكا صحفيين طول خارجين الحقيقة انا واحد معنى عام المستير اللي هنا هنا عام ناول دوميل فانتروي برشة تسعين بالمئة متخارجين ما عندهمش اهتمام بالبيئة عليش على خاطر ما عرضتهمش تسامبلوما في الليسونس وإلا في الإجازة وإلا في المستير دونك مادام حنين تواجه لك بويسكليينتي أستاذة معد صحافة ومكاونة كيف كيف عليش ما يتمش الرجوع للسكسيون هايذي هو ثم اهتمام هو احنا ترحنا المسألة مش حتى مع مستوى الصحافة البيئية استرحناها حتى من وقت الكوفيد على مستوى الصحافة الصحية قلنا عليش ما نعملوش اختصاصات لأنه اليوم ثم حاجة بصفة عامة للصحافة المتخصصة خلينا نقول ولكن زده معد الصحافة عنده امكانيات معناها مش كبيرة برش انك تحط كرسوس وتعمل متير وتأمن لها الناس اللي بش يجي تدرسها اللي ميلزم هومش يكونوا فقط خبراء ردبيل كيزا يكون خبير وعنده الو باكراوند جورناليسي وهذا مزيل مش معناه مش سهل مش تلقى الناس اللي بممكن نتأثث هذه المتير هذي ثم زده ثم ساعات دخل معت الصحافة في بلوزيوخ كل أبوغاسيوم مع مثلا منظمات مجتمع مدني جمعيات شتغلت على تدريب الصحفيين فظهر يمكن المواحد الصحافة استسهل المسألة بما انه جي منظمة تعمل دورة تدريبية وبعد تمشي وتقوم هي مثلا بالاشراف على المساعدة على الأشراف على الطلبة حتى ينجو فما تبلوردش فكرة انه نعملو اختصاص بذاتي هي وإلا مثلا الماجستير في الصحافة البيئية ولكن تبقى المسألة دين من ما تروحها وكحكينا احنا مع مبروكة مع سعيدة قلنا احنا نفسنا نمشي وعليش نحنا ما نقعدوش نستنيه وحتى تعمل معا للصحافة احنا بكل وقت راهو كانت موجودة ماجستير في الصحافة البيئية بالفعل فما حاجة أخرى بربي نحب نضيفها على اللي كانت تقوله في حنان راهو انك انت تصنع زادة صحفيين بيئيين يجب ان تخلق لهم مجالات العمل داخل المؤسسات الاعلامية باش يغوصوا في قضايا بيئية المشكلة راهو اليوم انه صحيح انه النجمون كونه صحفيين ولكن ايضا لابد من تكوين المؤسسات الاعلامية في حد ذاتها في انها تفتح المجال امام المواضيع البيئية لانه المواضيع البيئية في بعض المؤسسات الاعلامية ما زالت ثانوية ما هيش هي اولوية واليوم احنا نحكيوه على حرية التعبير ونحكيوه على ارجانس كليماتيك والكل صحيح انه فما مبادرات في مؤسسات اعلامية مختصة واللي هذيك الباب فيها مفتوح وهي ايضا مؤسسات بصدد النمو خلينا نقوله لانه متنجمش تستوعب احنا في كوسموس ميديا يجيونا ديستاجيار معناها متربصين ولكن احنا كمؤسسة ما زال معناش الامكانيات المادية من اجل ان ندعم الفريق متاعنا باقلام ولا صحفيين ينجموا يكون هذا كمورد الرزق متاعهم وبالتالي ضروري ايضا ان يكون السيستام الكل مع بعضه التدريب التكوين دعم المهارات التكوين الاكاديمي ولكن ايضا فتح المجال داخل المؤسسات الاعلامية ولدى رؤساء التحرير في المؤسسات الاعلامية انه يكون ايضا من اولوياتهم انهم هما الصحفيين يكونوا مختصين ويعطيهم المجال ايضا انهم يغوصوا في مواضيع بيئية لانه احيانا يجيب له موضوع بيئي وموضوع سياسي يبعثوا للسياسي ويخلي البيئي اللقه هو البيئي اقتصادي نعم لنشيوا موزيكا لانه المستمعين يحبوا يعملوا شوي وحنا بوزيتيفيته الكولوجي ويش نجمو نوصلوا المساج كنا نحكيوا على تبسيط المفاهيم نعم شوي موزيكا شوي فان ونرجع البلاتو ما زلنا موصلين معاكم احنا على غاديو ميسك سانسيس بوال نوف من هنا النصف النهار وتتفعل معنا حنان سبيس منذ قليل يا حنان دردشة بيئية اعلامية اليوم على واقع الاعلام البيئي في تونس معا مبروك يا خذير تافيق من عمد الله الله حيارتنا مبروك يا معنا حتى تصبحها على المكان الموجع قالت لي في قلبي اش بش نقول سوق متاع الصحافة البيئية صحيح طوى احنا بش نكونوا صحفيين ولا بش نخدموا معناها مقالات بيئية ولا افليم ولا اللي تحب المشكلة اليوم اللي المخصين للبيئة قليل قليل جدا كان في الاعلام المثلا الخاص والاعلام العمومي هاوكا يعملوا اميسيون على العينين هاوكا عنا اميسيون معناها ما يتمش تحذير لها كما يجب بساعات ما يعطيوش الامكانيات للصحفي تتحط في وقت في القرية اللي ميت ما تتسمعش بالقدام مثلا ماش موتا بعم تلقاش الفريق التقني اللي مبعد اللي بش يعمل لها شوية بوز هاكا و بش يعمل بش يتعديه اهتمام اصحاب المؤسسات الاعلامية هي المسألة البيئية وليز اميسيون وثمان حبراف حنين مارين المبادرات كان على الخاص لا وفي الخاص في الخاص حتى في الخاص زيدا في الخاص زدني وليت متاع هال هالي ميسيون دي بش تجيب لي سبونسور ولا بش تجيب لي فلوس ولا ليه نعملها كن مثلا بش نقص في القري ولا بش نقص في المصاريف نحي اللي ميسيون هذيك ولا كن بش نعملها على اساسه في حين احنا اليوم المسألة البيئية زي ما تكون في قلب الاهتمام متاع الاعلام ومغيط طال شرحو ذاك مغيط ما نرجع بنرجع زادة للنقطة اللي قالتها مبروك الاعلام المتخصص كيف هي كوسماس وانتي زادة عندك البيئة نيوز وفما محاولات اخر هذو ما ناس يحبوا يتخصوا في البيئة عندهم المعرفة عندهم الناس اللي يعرفوهم معناها لوغيزو لكن ما عندهم مش المكانيات كماش تمويلات كيفاش هي بش تستوي قديش بش تناجم تستوع بكوسماس ولا بيئة نيوز قديش بتستوع مع العلم انه التمويلات راي تمويلات خاصة معناها راي مبادرة تمويل ذاتي يزن تعرف انه الاعلام البيئي في تونس وانا مش نقولها ومعناها على على مسؤوليتي احنا الاعلام البيئي اليوم منحبش نقول كلمة في البيئة راهو في وضعية حارجة راهوحنا نبيعوك راهبنا بش نعملو مش نعملو مشروع في البيئة مجوش قولها لخطر حصيت راهو جيب من دارك بش تصرف بالفعل بسموس ميديا البيئة نيوز اي دوت خزيدا نعطيوا من جيوبنا وحنا نخمو في الناس ونخمو في صحتهم غدوة ونخمو فيما السياسة وطنية لتونس بش تعمل البيئة ام القطاعات مبروكة خير الا انه ما يسمعنا حتى حد خلت وصل معك قل كلمة بارك ما تحيري هي شرائية طلبة مليان انا يظهر لي اليوم اذا كانتونس تحب تعمل سياسة معناها للحد من التغيرات المناخية ولمواجهة ما يحصل اليوم راهو الخدمة مع الاعلام راهي اكس اساسي اليوم معناها اليوم ناس خلقت دي ميديا سبيسياليزي ما يلزم هون مش يتحطوا هكيك يعيشوا الوضعية لانتو ما قادرين تعيشوا فيها ما يلزمش الصحفي اللي يحب يتخصص في البيئة ما يلقاش بلاسة يخدم فيها ولا ما يلقاش محفزات بتالي اليوم يزم الناس كل تخدم مع بعضها بيش اليوم يكون المسألة البيئية او كوغدو لانتغي الساعة متاع الاعلام و متاع الدولة والاعلام ويد واحدة ما تصفقش في الاخر طبع توفيق بين عبدالله تجربة طويلة انا كدخلت حالية البيئة نيوز لقي التوفيق قدامي قال لي سعيدة كان عندك انفستيسما بفلوسك رك بش تخدم البيئة كان ما عندكش عايش بنتي وعايش اختي قال لي انا نحبك برشا اما ننصحك نصيحة اعمل حاجة اخرى افكتيبما اما انا لابخوش متاعي تقعد في الهو في الكنتكست هذا القالب هذا يبيدو معناها اندو بوكس كم يقولوا لكن بنظرة اخرى عليش لانه وقالتها مبروك الكلمة مقبلة اليوم نحبول نكره الحاضنة الايكو سيستام اعلام البيئي بتقاعد يكبر قاعد يتحرك فما ايون ديناميك هكيكا جات بعد ضغوطات بعد واقع عالمي متغير طبيعي ناتورال معناها ادفع الى معناها باش منطولش في التحليل معناها فما وعي معناها نشأ وبدأ فما تفاعل به تقعد لبروش ايكوناميك والسوق متاع هالتسويق هذي كيفش يسوقوه يأما تكونوا ممادرات فردية والكون نزيدوا من جيوب معناها مش جديد عندكم انا قلت كلمة ملول رجعوا اراه اليوم الصحفي مناظل الصحفي البيئي يراه مناظل لانه بقاطع نظر على البروش لانه مؤمر بالقضية لانه معناها اتخو نبا اتخو ما نستنعوش نحن القوالب الجهزة ما نستنعوش لحاظنا نصنعوها باش نعيطوا للعباد ايجاو يدخل في قلب التحسيس الناس المبادرين الانويو والبيونيين بتاع العمل هذا يجب ان يكونوا مقتنعين يجب ان يكونوا هم الموتور دي ليكوموتيف دي ليكوموتيف انت وتخلق اطار جديد ويكوسيستام يدفع العمل للصحفي البيئي يجب ان تكون مقتنع به انت باش تخرج حاجة نبع من ذاتك كيت اسكو تخلص ما يجيبك هذي اين دي راوما زادا ما ننقيوش كل شي على الاخر ولا علينا احنا تحملوا مسؤولية زادا الدولة عندها معناه مسؤولية كبيرة راو يفو فاغلها باش نكونوا نحن الوبجيكتيف رأي جزء من اخلاقياتنا ومن العملنا متاعنا دونك من النجم شنقول اهي هاني خديت انا مسال شان ترتاح ما تعمل لا لا دي ما يقعد يتحمل كل واحد يتحمل مسؤوليته اليوم الدولة ما هيش متحملة رغم اللي يقول لك عندي وزارة بقرة لا سنة با سوفيزان سنة با سوفيزان اذا كان ما فماش انستراتيجي ولكن ميزا نوفر متاحة معناها مفعالة اذا كاننا فماش تفعيل الاستراتيجي موجودين هكا دونك شنقول ونحن اليوم ونحن في خضم الحرية اسمعونا اشترك شوي اسمعونا وكيما نقول وكالكلمة اللي عند الصحفي لكل يلزمنا اذين صاغية تيقع فيهم مقترحاتنا مننا احنا مننا احنا لان احنا هنا بسي بغلا معنا هنا دياجموستيكي وحاملين حلول ونحن حكيو ديما على صحافة الحلول هالمدرسة الكبيرة هذية اللي فعلا ساعات تبدأ تسبح بدون ما تلقى معناها مرسى معناها نوصلوا للمقترحات هذية دقش نقول نقول اذا كان نحب وفعلوا هذا لابد ان نؤمن بقضية اهل الحاضنة الكبيرة اللي قاعدة توجد ونعرف ونستغلوها منسلموش فيها راولي انو الحاضنة قاعدة توجد ترى ومعناها وطوء وطار صبا مش تعطي ونكونوا متفاعلين شوية وش نبني على التفاعل ما هو خليك بوزيتيف ولا لا يواش وعند القصة لابد انو النتائج هذه في القريب ولا في البعيد والاجال اللي قاعدة الراو ديفورماتور اليوم الراو مؤسسات خاصة هذوكم جزء من حارنا هذي ولا وكذلك الناس ينؤثروا فيهم نحنا معناها اللوديمال الكبير هو اللي بشي خلينا نمنو ب انصب خوشات على المستقبل بها البيع شكرا لك توفيق بن عبدالله حنان سبيس مبروك أخذير ومالك زمال بتبيع وهكا احنا نخلته لختام حلقتنا دمتم في رعاية الرحمن وان شاء الله هزينا وخليك بوزيتيف دايما وابدا برشا ايكولوجي وبرشا بوزيتيف دايما